السلام عليكم من فترة كده عملنا بسكوت القهوة وعملنا كمان مشروبات سخنة بالقهوة النهاردة بقى نكمل السلسلة دي ونحضر احلى كيكة بالقهوة الكيك ده يا جماعة اسفنجي جدا ومش محتاجين في تحضير وغير الخلط وبس انا كمان هعمل كريمة قهوة وغطي بها الكيك بعيدا بقى عن وصفات الكريمة اللي بتبقى زي المهلبية لكن الكريمة دي غير هتحبوها جدا كيك غرقان بالقهوة وكريمة القهوة مع كل مرة هتاكلوا منها هتحسوا كده بتوازن في الطعم والنكهة بتاعت القهوة يعني ما تتضيقوش منها وانتوا بتاكلوا كيك طعمه حلو بجد يعني حاجة كده تجنن ازعجاكم الفيديو ده اعملوا لايك ويلا بينا نبدأ اول حاجة هبدأ بيها هي المقادير بتاعت الكيك انا احتاجت اربع حبات من البيض يكونوا بحرارة الغرفة يعني لو البيض في التلاجة نخرجه قبل بوقت مساء ساعة او ساعتين قبل ما نشتغل في الكيك احتاجت كمان كباية ونص من السكر كبايتين من الدقيق انا بحب استخدم في وصفات الكيك الديق الفاخر السر بقى بتاعت الوصفة دي هو نص كباية من المياه الدافية المياه الدافية هي اللي تخلي الكيك معاكم زي الاسفنج بالزبط احتاجت كمان نص كباية من الزيت النباتي طبعا احلى زيت تعملوا بيه وصفات الكيك هو زيت الدرة كمان احتاجت 3 معالق كبيرة من الكاكاو الخام الغير محلة انا هعمل الكيكة بالشوكولاتة لكن هديها نكهة القهوة احتاجت كمان معلقة كبيرة من البيكنج بودر معلقة كبيرة من القهوة سريعة الزوبان معلقة صغيرة من الفاناليا وربع معلقة صغيرة من الملح الملح ما تستغنوش عنه في اي وصفة كيك لانه هو اللي بدينا التوازن بتاع الطعم عندي هنا نص كباية من المياه الدافية هضيف عليها القهوة سريعة الزوبان وقلبهم مع بعض كويس في الخلاط ضفت اربع حبات كبيرة من البيض وضفت عليهم كباية ونص من السكر ومعلقة صغيرة من الفاناليا هشغل الخلاط بتاعي لأعلى سرعة وهسيبه كده لمدة 3 دقايق هتلاحظوا كده ان لون الخليط بقى افتح شوية وان القوام اختلف هنوقف خفك وبعدين هنضيف المياه الدافية اللي احنا حطينا عليها القهوة سريعة الزوبان ونضيف معاها نص كباية من الزيت المرة الاخيرة دي هشغل الخلاط بس يدوب 30 ثانية يعني مش هزود في الخفك قوي هاخد بقى خليط الكيك اللي كان في الخلاط وانزل بيه في طبق عميق طبق الدقيقة هضيف عليه الكاكاو والبيكنج بودر والملح بعدين هاخد خليط المكونات الجافة ده وانخله على خليط البيض بقلب الدقيق مع خليط البيض كده مضروب يدوي يعني اتأكد ان الخليط ان دمك كويس مع بعضه بعدين بجيب اسباتيولا واقلب من تحت الفوق اتأكد ان مفيش اي رواس بتحت يعني الخليط بتاعنا يكون سهيل ونتأكد ان كله بقوام واحد استخدمت صانية بايريكس اكيد موجودة عندنا كلنا انا بحب مؤخرا ان انا اغلف صواني الكيك بالسمنة البلدي بتدي طعم الكيك حلو جدا جربوها طبعا ممكن زيت او زبد او اي مادة دهنية عموما لكن السمنة بصراحة بتدي طعم حلو للكيك بفكر قريب ان انا اعمل وصفة كيك بالسمنة اشوف طعمها هيكون عامل ازاي صبت خليط الكيك الفرن بتاعي ساخن مسبقا على حرة 180 هغبزها في رفة اوسط هتحتاج معاكم تقريبا من 25 ل 30 دقيقة هي اخدت معايا بالضبط 25 دقيقة وكانت تمام جدا بخرجها على راج او على شبكة علشان التبريد يكون اسرع شوية بعدين بجيب خلة اسنان او عود خشبي وبختبر النطج بتاعها او التسواية بتاعتها لو خرج مضيف كده بدون اي شوائب معنا كده ان الكيك بتاعنا مش محتاج اي وقت زيادة في الفرن بس يبقى الكيك على جنب ايه ده شوية وبحضر السوس اللي هشرب به الكيك هحتاج كوباة ونص من الحليب الحليب يكون ساخن كمان هحتاج معلقة كبيرة تكون مليانة من القهوة سريعة الزوبان وهحتاج معلقتين كبار من السكر ضفت السكر وبعضين ضفت القهوة سريعة الزوبان قلبتهم مع بعض كويس انا بحب نكهة القهوة اعلى شوية فهضيف نص معلقة كمان الكيك بتاعي يعني هدى نوعا ما تقريبا عدى على خروجه من الفرن في حدود العشر دقايق بعود خشب او اي حاجة عندنا تكون رفاعة شوية هنعمل سكوب في الكيك بالطريقة دي انا حابة السكوب دي تكون يعني متسعة شوية علشان حابة الكريمة اللي انا هعملها تدخل شوية جوه الكيك عملنا قبل كده وصفة كيكة شوكولاتة برازيلي بنفس الطريقة وكانت حلوة جدا هاخد بقى صوص القهوة ده اللي هو بالحليب الساخن واسقي بالكيك على طول يعني الكيك يكون ساخن نوعا ما او لسه خارج من الفرن بقاله عشر دقايق والصوص اللي احنا محضرينه يكون ساخن الكيك هيشرب الصوص كله مش هتبقى منه اي حاجة او هيظهر منه اي حاجة هسيب بقى الكيك تماما على جنب واحضر الكريمة اللي هغطي بها الكيك احتاجت 3 كبات من المياه 9 معلق كبيرة من الحليب البودر ولو الحليب البودر مش متوفر عندنا فهنستبدل المياه والحليب البودر ب3 كبات من الحليب السيل احتاجت كمان 6 معلق كبيرة من السكر معلقة كبيرة من القهوة سريعة الزوبان معلقة صغيرة من الفاناليا واحتاجت معاهم 4 معلق كبيرة من النشا ومعلقتين كبار من الدقيق واخر مكون هو معلقة كبيرة من الزبدة لو مش متوفر عندنا زبدة ممكن نضيف السمنة لكن الزبدة بتدي طعم حلو ولو مش متوفر عندنا الاتنين فعالي نستغنى عنها يعني مش هتقصر قوي معنا في الكوام والطعم بجيب الكسرولة او الحل اللي هشتغل فيها وبخلط فيها النشا مع الدقيق مع السكر مع الحليب البودرة وبقلبهم كويس مع بعض بعدين بضيف عليهم 3 كبيات من الميا خلطهم كويس على البارد كده يعني انا مش بشتغل دلوقتي على النار لما يندمجوا يضوبوا كده مع الميا بارفع الخليط ده على النار النار بتكون وسط وبنقلب باستمرار يعني ما بنوقفش تقليب تماما لان ممكن الكسرولة او الحل اللي بنشتغل فيها تعمل طبقة تحت كده بنيت بوازلنا لون الخليط كله باستمر بالتقليب لحد ما الخليط يتقل معايا ويعمل زي عيون او كالعادة زي ما بقولكو دايما صوت بك بكة برفع الحل بتاعتي من على النار وباخدها على جنب ودلوقتي بضيف بقى باقي المكونات هي القهوة سريعة الزوبان الفانيليا والزبدة وزي ما اكدتلكو الزبدة اختياري تقدروا تستغنوا عنها طبعا الزبدة والقهوة سريعة الزوبان هيدوبوا من حررة الخليط كده بقى تمام قوي هسيب الخليط ده يبرد تماما على جنب في حررة الغرفة او حررة المطبخ بعدين هغطيه ودخله التلاجة يبقى بارد يعني يبقى عامل زي المهلبية لما نقلبه كده يبقى مكالك عمعينة الخليط ده ممكن نضيف عليه اشطة لكن انا لاحظت مؤخرا ان متابعيني الاعزاء من دول المغرب العربي بيسألوني دايما ايه هي الاشطة او مش متوفر هناك اشطة او انا مش عارفة هي بتقال عليها عندهم ايه هناك كاريت لو حد يعرف يكتبلي في التعليقات تحت في الجزائر او المغرب او تونس الاشطة عندكم معناها ايه فانا هستخدم النهاردة كريم شونتي او الكريمة البودر اللي هي بتاعت الحلويات اكيد متوفرة او اكيد نفس الاسم عندنا وعندكم واحد استخدمت هنا كوباية من الكريمة البودر وضفت عليها كوباية من الحليب البارد المسلج خفقت الكريمة لحد ما بقت بقوام تقيل شوية وهسابها هي كمان في التلاجة لوقت الاستخدام ده الخليط اللي حضرناه لما برد تماما في التلاجة لما بنقلبه بيبقى مكالكع كده وملوش معالم شوية باخد بقى الكريم شونتي او الكريمة البودر اللي خفقناها وبضفها عليه بعدين بجيب المضرب بتاعي وبديهم خفق كده مع بعضهما الاتنين لحد ما يبقوا بقوام كريمي ممكن نستخدم فريش كريم او ممكن نستخدم عبوط اشطة 170 جرام انا هنا صبيت الكريمة على الكيك ووزعتها كويس بعدين بشرت شوية شوكولاتة بالحليب مع شوكولاتة دارك يعني يدوني تناغم كده في الالوان زي الالوان القهوة ووزعتهم على الوش كده تقدروا كمان تعملوا خيوط كده من سوس الكاراملت خيوط من سوس الشوكولاتة يعني لتزيين حسب رغبتكو انا كمان اوقات بعمل طبقة جناز شوكولاتة رفياعة قوي وبصبها على الكريمة من فوق لكن حبيت الموضوع المراد يكون اسهل شوية ووزعت بشر شوكولاتة علشان نبشر الشوكولاتة بسهولة جدا حطوا قلب الشوكولاتة في الفريزر شوية وفي الاخر زي انت بحبيت من القهوة الكيك بسيط لكن طعمه فاخر جدا يعني هتحسوا انكم بتاكلوا حاجة تجنن بجد صحيح المكونات بسيطة صحيح عملنا في الخلاط والكريمة اشبه بالمهلبية لكن طعمها بعيدا كل البعد عن المهلبية كيك غرقانة بالقهوة بجد هتحبوها جدا وهتستمتع بكل قطمة منها قطعوها وقدموها جنب القهوة جنب الشاي مش هتشبعوا منها بجد الاحلى من كل ده ان الصينية كبيرة يعني تكفي العيلة كلها ولو عيلة عددنا صغير فممكن نوزع القرائب اصحابنا اجراننا حلوة المشاركة في الحاجات دي شوي الكيك زي الاسفنج بجد وغرقان بطعم القهوة تمازج النجهات حلوة ومظبوط يعني طعم القهوة وحدية القهوة مش مزعجة هتحبوها جدا وكده تكون وصفتنا النهاردة خلصت اتمنى من كل قلبي انها تكون عجبتكم لو عجبكم الفيديو ده متنسوش تعملوا لايك اشوفكم على خير